بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة وبعض المرصد العربي للأخلاق فكرة رائعة فكرة متميزة فكرة ندعو إليها جميعا وهي زرع الأخلاق الحميدة في مجتمعاتنا نشكر الدكتور معتز رئيس شبكة أعلام مرأة العربية على هذه الفكرة المتميزة على هذه الفكرة التي تحتاجها جميع مجتمعاتنا العربية الأخلاق هي مجموعة من القيم والمبادئ التي تحدد ما هو جيد وما هو سيء من الناحية الأخلاقية الأخلاق هي التي توجه الأفعال والسلوك البشري لأنها تعتبر جزءا هاما من ثقافة مجتمعاتنا تختلف الأخلاق من ثقافة لأخرى ومن فرد إلى آخر وتعتمد على القيم والمعتقدات والتجارب الشخصية ومع ذلك هناك قيم مشتركة بين جميع المجتمعات مثل الصدق العدل الرحمة واحترام حقوق الآخرين يجب أن تطبق الأخلاق المتنوعة في جميع مجالات ومواقف الحياة بدءا من القرارات الشخصية اليومية إلى القضايا الأخلاقية الكبرى في المجتمع والسياسة لأن الأخلاق هي التي توجهنا لاتخاذ القرارات الصائبة والقيام بالأعمال الصالحة والمساهمة في بناء مجتمعات أفضل أدعم وبشدة المرصد العربي للأخلاق وأناشد الجميع بالتعاون لزرع هذه الأخلاق في مجتمعاتنا معكم الدكتورة هالة محمد عون من دولة ليبيا مدرب دولي معتمد وعضو في المجلس الأعلى للحريات والحقوق الإنسان بليبيا شكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة